السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في اهم الاسرار اللي ستسمعها عن المونتاج بالذكاء الصناعي. اهم عشر اسرار للمونتاج بالذكاء الصناعي وكيف يستغلها المحترفين بالمونتاج. وانا متأكد انه اغلبنا ما يعرف هذا الاسرار. وكيف نستفيد من الذكاء الصناعي بالمونتاج. متأكد انه هذه الحلقة راح تغير منظرتك تماما باتجاه الذكاء الصناعي وامكانياته الكبيرة بالمونتاج وتحرير الفيديوهات. وحاب اقول لك انه تركت لك مفاجهة رهيبة باخر الفيديو. وهي الاهم موضوعنا لهذا اليوم. ما اطوع عليك اكثر من كده. جيب مشروبك مفضل. وتاب معي الفيديو حتى النهاية. عشان نستبيد مع بعض. ونقول بسم الله. ويلا بنا نبدأ. اول سر يا صديقي العسل هو تحريك المشاهد بالذكاء الصناعي. كيف يعني. الان في مواقع وادوات كثيرة مجانية. تحرك لك الصور وتحولها لفيديوهات. مثل موقع رانيوي. موقع بيكا. موقع ليناردو اي اي. وفي ادوات اخرى كثيرة مجانية. طيب كيف استفد منها. اللي شغال في مونتاج الصناع على المحتوى. غالبا يحتاج يحرك مشاهد معينة. عشان يدمجها بمشاريعه. او يحتاج مشاهد كانت نقصة عنده بمشروع معين. وحرفيا بدل ما يروح يستخدم الطريقة التقليدية بالبحث عن مشاهد من مواقع الصور. مواقع الفيديوهات. وغالبا تكون مدفوعة او عليها حقوق ملكية. فالذكاء الصناعي يحول لك اي صورة عندك. لفيديو بكل بساطة. وتقدر تستخدمها بكل مشاريعك بدون حقوق ملكية. وبدون ما تدفع عليها فلوس. ومجانا. انا حرفيا استخدمت الذكاء الصناعي بكثير من مشاريعي اللي استغلت عليها بالمونتاج. فرق معي بالشغل. من ناحية سرعة الانتاجية. ومن ناحية الجودة. وفادني بشكل كبير. ثاني سريع صديقي هو انشاء فيديوهات من الصفر بالذكاء الصناعي. اكيد تقول مستحيل. لا مو مستحيل. الان تقدر تسوي اي فيديو زي ما تسوي اي صورة بالذكاء الصناعي. انت تطلب من الذكاء الصناعي يسولك فيديو من الصفر بالوصف اللي يختر على بالك. وهذه الميزة تعتبر من اهم ادوات الذكاء الصناعي والاكثر تطورا. وكثير مونتاجين قالوا مستحيل يصل الذكاء الصناعي لهذه الدرجة من التطور انه يسولك فيديوهات من الصفر من لا شيء من العدم فمثلا تروح لأي موقع تكتب انشئ لي فيديو سماء صافية مشمسة وبحر بامواج هادئة وثواني تكون عندك النتيجة وزي ما تبغاها وبالجودة المطلوبة اكيد تسأني كيف استفيد من هذا الميزة هذا الميزة تقدر تسوي فيها فيديوهات كثيرة وتستخدمها مشاريعك فيها المونتاج وتتخلص من حقوقها الملكية للفيديوهات المدفوعة وتفيد بالاخصة اللي يستغلون بمونتاج صناعة المحتوى والسوشيال ميديا وبشكل عام تقدر تستغلها وتستخدمها بكل اعمال المونتاج المختلفة اللي تشتغل عليها بالنسبة للمواقع اللي تقدم هذه الميزة عندك موقع الموقع الاكثر شهرة والاكثر استخداما للمحترفين بالمونتاج وعندك الان موقع وفي مواقع وادوات كثيرة تستخدمها لكن هذه الاشهر حاليا ثالث سرية صديقه هو رفع جودة الفيديوهات زي هذا الفيديو اللي حاليا اقدمه لكم لاحظوا كيف الجودة قبل وبعد ما اشتغلت عليه بالذكاء الصناعي شوف الفرد زي ما شفنا مع بعض فمرات كثيرة كمممتاجين يجينا عمل بجودة ضعيفة مصورة باضاءات منخفضة او مصورة باضاءات سيئة او بكاميرات ضعيفة الجودة فنحتاج ادوات لرفع جودة الفيديو واحيانا نستخدم ادوات معينة وتقنيات في برامج في برامج المونتاج مثل او دافنشي ريزورب عشان نرفع جودة فيديو معين وغالبا تكون النتيجة غير مضمونة او تطلع فيها فروقات بسيطة لكن بالذكاء الصناعي النتيجة مضمونة زي ما شفناها مع بعض لاي فيديو هذا الميزة تفيدك واشياء كثيرة فمثلا عندك مشروع في بعض اللقطات جودة ضعيفة عشان ما ترجع تصور المشهد من جديد وممكن يكون العامل بمدينة وانت بمدينة اخرى او بدولة اخرى فتستغل ميزات الذكاء الصناعي برفع جودة الفيديوهات وانا حاب بقولك انه الذكاء الصناعي الان تطور للدرجة كبيرة وبدأ يرفع جودة الفيديوهات الى جودة الفور كي وبشكل مجاني طيب اكيد تسأني مشعل ايش هذه الادوات اللي هتقدم هذه الميزة اول موقع هو موقع في ميك اي اي هذا موقع مميز جدا وحندك موقع كاب كات وفي ادوات كثيرة متطورة لكن بخليها وقتا مناسب شرحها رابع سريع صديقه هو صناعة انتقالة احترافية بين الفيديوهات بالذكاء الصناعي زي ما تشوفه الان انا جالس هنا بمكتبي وبالذكاء الصناعي اسوي هذا الانتقال السلس واروح للمكان ثاني مصور بطريقة مختلفة او بمكان مختلف وارجع المكتبي بنفس الطريقة وبكل بساطة وسلاسة واحترافية الفيديوهات اللي تشتغل عليها بالمونتاج تجيك مقطعة فتحتاج تسوي انتقالات بين الفيديوهات زي ما شفناها مع بعض وكأن الفيديو يصير قالب واحد وهذا السر من اهم اسرار المونتاج كنتحس المشاهدة ان يشوف الفيديو كأنه مصور بلوكيشن واحد وهو بالاساس الفيديو مصور بعدة مواقع وبتدارس واماكن مختلفة ومكومة مجموعة فيديوهات وهذه الميزة حصريا موجودة في برنابل الفوتوشوب الاصدارات الاخيرة من امر جينيريتف فيل كيف تسويها تاخذ سكرين شوت من اخر فريم بالفيديو اللي عايز تسوي له انتقال واول فريم من الفيديو الثاني اللي عايز تسوي الانتقال وتاخذ الصورتين للفوتوشوب وبالذكاء الصناعي يا صديقي يصنعك مشهد متكامل للصورتين بعد تصدر الصورة لصورتها بذكاء الصناعي من الفوتوشوب تاخذ للتايم لاين لأي برنامج منتشغال عليه وتضيف بعض الحركات والكيفريم للصورة ويصير عندك مشهد انتقالي وصير عندك مشهد وانتقال احترافي وراح اشرح كيف تسويها بشكل تفصيلي في الايام الجاية ان شاء الله بفيديوهات مخصصة لهذه الخاصية خامس سريع صديق مبدع هو الكتابة على الفيديوهات بالذكاء الصناعي زي ما تشوف الان الكتابة قدامك اقولك ان الذكاء الصناعي يقدم لخدمة ترجمة الفيديوهات والان تقدر تضيف مجموعة لغات للفيديوهات بشكل مجاني ومع حرية اختيار الفونتات المناسبة والالوان والديزاين المناسب اللي حاب يظهر فيه الكابشن على الفيديو اللي تشتغل عليه ويعتمد عليه بشكل كبير ممنتجين السوشال ميديا وممنتجين حلقات البودكاست والفيديوهات التعليمية والمقابلات عشان ايش؟ عشان تزيد من تركيز المشاهد وتحفز ان يشاهد الفيديو الاطول مدة ممكنة وهذا الميزة الان متوفر بعدة مواقع وتطبيقات على الجوال وعلى الكمبيوتر بشكل مجاني ايش الموقع اللي تقدمها؟ منها موقع كابكات تروح للموقع الرسمي وتضيف الفيديو تروح تخيار اسمو كابشن وتحدد اللغة اللي تحتاجها ويترجمها لك مجانا وفيه اضافة تخرجية لبرامج المونتاج مثل اضافة سوبس اللي طلعت من كم يوم لكنها مدفوعة وفيها تجربة مجانية هذه الاضافة تشغل على البرامج البريمير وعلى دافينجي ريزولف وفيه كثير من الادوات والمواقع الاخرى لكني بخليها بوقتها المناسب لشرحها ممكن لها نشرحها في فيديو واحد سادس سريع صديقي المبدع هو تقطيع الفيديوهات بشكل تلقائي بالذكاء صناعي وهذه الميزة تفيد بشكل كبير ممنتجين السوشال ميديا واللي يستغلون على المونتاج البودكاست والدروس التعليمية فمثلا بدل ما تروح تقطع فيديو مدة ساعة بالطريقة المعتادة يدويا ولي نعرفها كممنتجين وتاخد منك هذه العملية وقت طويل ومجهودة الآن بالذكاء صناعي بضغط الزر واحد تقدر تقطع اي فيديو بشكل تلقائي بالذكاء صناعي فقط تختار الفيديو اللي شغال عليه وهو يقطع لك ويحدد لك اماكن السكوت بشكل تلقائي ويزيلها ويدمج كل الفيديوهات مع بعض ووفر وقتك وجهدك لشغل ثاني وهذه الميزة تعتبر من الادوات المهمة في تسريع وزيادة الانتاجية عند الممنتجين طبعا اكيد راح تسألي ان اسم هذه الادوات اللي تقدمها وايش هي وكيف نستخدمها وين نشتغل عليها فيه اداء اسمها اوتوب تبتها على برنامج البريمير وتحدد الفيديو اللي عايز تقطعه وتبدأ الاداة تشغل شغلها وتجهز لك الفيديو باي مدة كانت بضغط الزر واحدة وكل هذا يا صديقي بالذكاء الصناعي وفي موقع يسويها اسمها جيلانج اي 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 وفي كثير من الادوات اللي يتقدم نفس هذه الميزة لكن بخليها في وقتها المناسب ما راح نشرحها بهذا الفيديو سابع سرية يا صديقي وهو تحويل الفيديوهات من الفيديوهات بالمقاس اليوتيوب اللي تشوفونه حاليا الى مقاس زي ما شوفونه مقاس الجوال عشان تنشره على انستجرام او تيك توك او على اي منصة بالذكاء الصناعي مع تحريك الكاميرا باتجاه الاشخاص والعناصر المهمة داخل كل مشهد يعني لو كنت تتكلم بالفيديوهات او تتحرك الذكاء الصناعي تتبع على الحركة او بما نسميه تراك موشن ويظهر اهم التفاصيل اللي لازم تظهر بالفيديو ويخفي الاشياء الغير ضرورية ظهورها بالفيديو بشكل تلقائي بالذكاء الصناعي واصدمك اكثر انه يقطع لك الفيديوهات الطويلة ويصنع منها محتوي جاهز لل النشر على باقي المنصات بالمدة اللي تختارها مع اضافة وترجمة بشكل تلقائي واضافة حسب المشاهد وبدو ما تستخدم اي برنامج مونتاج وفقط ترفع اي فيديو عندك للموقع وهو يقطعها ويجهز لك ياها للنشر على السوشيال ميديا والميزة الاكثر تطور والميزة الاكثر تطور تستخدم رابط اي فيديو مشور لك على السوشيال ميديا وتلصقه بالموقع وترك له الباقي راح يقسمه لك ويصنع منه فيديوهات ممنتجة وجاهزة هذه الميزة راح تستفيد منها بشكل كبير الذكين تشتغل بالمونتاج لصناع المحتوى والسوشيال ميديا ايش الموقع اللي تقدمها منها موقع كوب كات تروح للموقع الرسمي وموقع شوبكاست وموقع اوبس برو مع عليك بس راح تتصفى هذه الموقع الثلاثة اللي ذكرت لك ايها وتطل عليها وتشوف كيف راح تستخدم هذه الميزة وتدرب عليها ثامن سر يا صديق المبدع هو تغيير المكان والديكور بالذكاء الصناعي مع هذه الميزة لا تصدق كل شي تشوفه قدامك بالفيديو زي ما تشوفونا الان كيف تحول مكتبي من هذا الشكل الى هذا الشكل بدغط الزر وغالبا شغال بالمونتاج السوشيال ميديا ولا يصورون بمكان وليصورون مكان واحد خاصة الناس التي تقدم محتوى تعليمي فبدل ما اروح اشتري واغير اثاث المكان فبدل ما اروح اشتري واغير اثاث المكان انا بضغط الزر اقدر ابدل اي شيء يحتاجه بالمكان اللي انا اصور فيه وبشكل مجاني وهذه الميزات راح تساعدك بشكل كبير في مجال المونتاج وراح تستفيد منها اذا عرفت اشتغلها صح ويقدمها الموقع الاول والاشهر هو موقع بشكل مجاني وعندك موقع وموقع وبرنامج الفوتوشوب الاكثر قوة وقابلية للتحكم في جميع العناصر اللي تشتغل عليها. ناس عسر وهو ازالة وتفريغ الفيديو هذا زي ما تشوفون انا اقدر احط اي شي خلفي اي عنصر خلفي يتكلع عنه واكيد تشوفون الفرق اللي صار بالفيديو بفضل هذه الميزة كيف صار الفيديو انتقل من عادي الى فيديو احترافي. اكيد تستغرب اكيد نستغرب كمنتجين انو نعرف انو الفيديو عشان انزل لازم تصور على خضرة ولونها اخضر والان في مواقع تقدم لك هذه الميزة وصارت متوفرة في اغلب المواقع والبرامج وكلها تستخدم تقنيات ذكالي اصناعي في تفريغ الفيديوهات فمثلا برنامج وبرنامج ومن المواقع عندك موقع وموقع وموقع اخرى كثيرة هذه الميزة راح تفيدك بشكل كبير انها تنقل مستوى المونتاج عندك من مستوى عادي الى مستوى احترافي وتكتب تضيف اي عنصر خلفك وتتحكم في المونتاج بقى الريحية تامة واضيف اشياء ولمسات احترافية للفيديو اللي اشتغل عليه بطرق احترافية ولازم تعرف تلعبها صح يا صديقي اذا انت محترف مونتاج وتعرف للمونتاج وطبعا كثير من المونتجين السوشال ميديا يستخدمون هذا الميزة الان وتشوف فيديوهاتهم فعلا احترافي لانه يتحكمون بجميع الفيديو اذا فصلوا الشخص المتكلم عن فيقدر يضيفون زوم ان وزوم اوت يضيفون عناصر خلف المشهد وخلف العنصر فيعطونا فيعطونا الفيديو فعلا لمسات احترافية وهي الميزة تقدمها ببرامج وتطبيقات كثيرة ومواقع كثيرة عندك برنامج افتر فيكت في الاسدارات الاخيرة وتطبيق كابكاتو وان شاء الله جاينا على شرحة بشكل مفصل في الفيديوهات الجاية عشر سر وهو الاكثر تطورا في مجال المونتاج بالذكاء الاصناعي وتعمل تخليه اخر شي عشان يكون ختام الاكثر مراحل تطور المونتاج بالذكاء الصناعي اللي يسمى التدريب العميق مصطلح بالانجليزي زي ما تشوفوني الان كيف صار شكلي قدامكم فالصدقون كل شي قدامكم الان الذكاء الصناعي صار يسوي كل شي وصار يسوي اشياء ما تخطر ببالنا كيف تشغل هذه الميزة الفكرة منها انك تقدر تطيف اي فيديو لك بمدة عشر ثواني توقع وتدرب الذكاء الصناعي على كل ملاح جسمك ويكون مستعد انك تعطيه اي سكريبت او اي نصب اي لغة تخطر في بالك ويديه لك مباشر بالجودة المطلوبة والاكثر صدمة انك تقدر تجيب اي صورة لاي شخص وراح يدمجه لك على الفيديو وهذا الشيء اخر ما وصل له الذكاء الصناعي في مونتاج الفيديوهات من وجهة نظري متواضعة انه الذكاء الصناعي تطور للمستوى كبير والقادم اكيد رح يكون اكثر تطورا كيف تستطيع هذه الميزة بالمونتاج فمثلا انت صانع محتوى او حاب تسوي كورس معين بدل ما تجلس قدام الكاميرا وتجلس ساعات وتصور وتعيد التسجيل مرات مرات كثيرة فتتعب وتبذل مجهود جسمي ومجهود آآ بدني ومجهود عقلي كبير استغل الذكاء الصناعي اكتب لي وجهز المحتوى وهو يسوي لك وهو يسويها لك بضغط الزر واحدة وبدون اي مجهود وتعب ووفر وقتك ووفر وقتك وجهدك للشيء ثاني تشتغل عليه طبعا رح تستاني على العدوات اللي تقدم هذه الميزة عندك اللي يدمج لك ويحول لك الصور من الفيديوهات لشخصيات حسب انت ما تختارها وعندك ادوات برمجية على جوجل كلاب وفي مواقع اخرى اتحفظ عن ذكره بخليها مفاجئة من ضمن المرحلة اللي رح اعلن عنها بعد شوي وزي ما شفت هذا الفيديو اللي اكلمك فيه استخدمت الذكاء الصناعي بمنتاجه بنسبة سبعين بالمية من انشاء السكريبت ورفع الجودة وتفريغ الباكراوند واضافة الكابشن اللي شوفنا قدامكم وتحسين الصوت والكثير من من اللمسات والكثير من اللمسات الاحترافية كلها استخدمت فيها الذكاء الصناعي وفورق معي في شغل المونتاج بشكل كبير جدا كون ممنتج وعندي خبرة في البرامج واساليب المونتاج الاحترافية والخبرة في ادوات وتطبيقات الذكاء الصناعي فقدت أسوي وأقدر أسوي فيديوهات احترافية وأحولها من الفيديوهات العادية إلى فيديوهات احترافية وطبعا يا صديقي المبدع هادموا كل الأدوات والأسرار للمنتاج بالذكاء الصناعي في أدوات وميزات أخرى كثيرة جدا الكثير مننا لا يعرفها وأغلب صناع المحتوى لا ينشرونها أو يتحفظون بالنشرة رح أتركها في كورس الذكاء الصناعي المجاني الشامل إيش؟ سمعت؟ طبعا في كورس مجاني شامل للذكاء الصناعي وأول كورس عربي مجاني شامل لأهم خمس تخصصات شغالة في مجال العمل الحر والفريلانسر منها كورس المنتاج بالذكاء الصناعي وكورس التصميم القرافيكي بالذكاء الصناعي وكورس التصميم الموشن والالميشي بالذكاء الصناعي وكورس التعليق الصوتي بالذكاء الصناعي وكورس صناعة المحتوى والربح من الذكاء الصناعي ورح نسوي حلقات ورشات تدريبية من الصفر لكل الأشخاص اللي حابين يطولون نفسهم بمجال الذكاء الصناعي ورح نسوي مشاريع كاملة من الصفر بالذكاء الصناعي ومشاريع تخرج مع كل نهاية كورس عشان ما يفوتك أي شيء منها يا صديقي اشترك في القناة وفعل زر الجرس وادخل غنات التلقراب والفيسبوك اللي رح يكون فيها العنان الرسمي عن الكورسات الأقوى على الأطلاق في العالم العربي بمبنية على العلم والخبرة والتجربة ورح تلاقي روابط القنوات الخاصة الذكاء الصناعي في وصف الفيديو وختاما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته